بسم الله الرحمن الرحيم التور عنده حالة رومانسية او لا بلاش نقول ان هي رومانسية عنده حالة عطاء حبيب يدي حبيب يهتم ورايح نحو حاجة ببطء شوية بخطوات متزمة فيها اتزان وفيها كده ايه عقل بالصراحة ومنطقة نفسه في ايه مش سوية تعافة الشمس دي تعافي وصحة يمكن تكون صحة العلاقة مش كويسة العلاقة مش بحالة صحية كويسة الحلاقة مش واضحة الشمس كمان ترمز بالوضوح في حبات كتير او مش باينة بالنسبالك مش واضحة فيها ومود ايضا انت تظهر في الكاميرا طيب انت تور في هنا اه في مشاعر بتحركوا مشاعر مش عقل خالص مش عقلك اللي بيحركك يا تور خالص الفترة دي اللي بيحركك مشاعرك اه وبتحركك يعني خطوات بطيئة ومبتزمة شوية نفسك في ايه نفسك في اه الشمس هي الوضوح نفسك حاجات كتير قوي تتضح زي ما انا شايفت طاقة فيها اسرار كتير جدا جدا انت فعلا نفسك تكشر في الاسرار دي وتعرف الحقيقة ايه انت في حاجات كتير مستخبية عنك او حاسس ان هي مش واضحة بالنسبالك وممكن تكمل نفسك علاقة صح حاسس ان العلاقة مبقيتش علاقة صحية بقى فيها توطر بقى فيها دخلتها طاقة سلبية كتير قوي شايف شريكك ازاي شايف مشاعر بريئة جدا مشاعرك نحو شريكك مشاعر حلوة جدا كلها براءة وحب قوي جدا وحب خالص فعلا بحلب شريكك جدا ناتور الشريك الناحية التانية بقى فيه حالة فرص كتيرة وهو بحاول ينتهزها ويعني يستغلها كلها لصالحه فيه عنده كمان حالة عناد وحالة ثبات انا عندي طموح ولازم اوصله هو مركز في حتة فيها طموح شديد عنده طموح جدا جدا عايز ايه هو عايز يصلح العلاقة على فكرة نفسه يصلح هو نفسه يصلح شايفك ازاي شايفك الامام هو ده البنتيكلز حالة مادية كويسة ومليحة فبديه احساس بالامان فبما ان هي علاقة عاطفية فدي الاحساس بالامان يعني هو بيحس معيك بالامان وان هو في البيت في بيته الطاقة بقى ما بينكم الطاقة فيها اسرار يا تور فيه اسرار فعلا انت احساسك صحيح لو انت فعلا نفسك حاجات تتكشف بالنسبالك والبان فهو فعلا فيه اسرار مستخبية بس مش رأت ان الاسرار دي تكون اسرار وحشة ممكن يكون الشريك مش عايز يقولها لك عشان انت ما تزعلش وما تتجرحش لان هو عايز يصلح دلوقتي هو مش عايز يزععلك فبالتالي مضطر ان هو يخبي عليك شوية حاجات بحس ان الدنيا متضطش اكتر ما هي بايزة فيه هنا حالة حصرة انت اشتغلت كتير يا تور وديت وعملت حالات كتير قوي شريكك وفي الاخر النتيجة اللي وصلت لها بص بص اصلاها ازاي بس كده هو ده اللي انا اخدته في الاخر حالة هنا يعني مش عايز اقول الصدمة بس هي حالة على قل متحصل لا انا عايز اكتر من ده لكن الكت ده بيقولك على فكرة اللي انتا شايفوا قليل ده هو كويس هو مش وحش خالص ده نتيجة مش وحشة خالص هتتحسن ممكن تتحسن بعدين انا هقولكو الحقيقة وان شاء الله ربنا ربنا يجيب الخير انا شايفة ان المرحلة اللي جاية هيبتدي كل واحد فيكو يبين انه مش يبين هيتدي خشة مغامرة مختلفة يعني كل واحد فيكو هيتدي يبين ان هو انا تمام والدنيا تمام وعلى قتم استعداد ان انا امشي يعني فيه بس ده برده ده صفر يدل على الصفر ده واحد شاهد شنطة وميشي فحايزين تبين انه انتو جهزين للمغامرة ده واضح انها هيحصل فراء فعلا ياتور بس الفراء ده بزعل شديد يعني انتو هتنشوا انتو زعلانين وكلكم حسرة وكلكم ألم ده الكلام ده طبعا ما بينطبطش على كل الناس مش كل الناس طبعا هيتطبق عليهم القراءة ده بس اللي انا عايز اقولكو ان الفراء ده مش هيريحكم يا تور الفراء ده هيتعبكو جدا وهيخلي حياتكو صعبة صعبة ومخيفة ومش هبطروا تفكير وهتبقى مسائل أسوأ فيريد ترجعوا نفسكو في القرار ده يريد ترجعوا نفسكو فيه يعني يريد لو تبعدوا عن الكارت ده هلخص القراءة بسرعة التور في حالة عطاء واللي بتحركوا مشاعره مقابلوا بناحية ثانية الشريك عنده فرص بيحاول يستغلها لصالحه التور عايز وضوح في العلاقة وعلاقة أكتر صحة وأكتر سعادة الشريك المقابل عايز يصلح العلاقة ويشوف ايه اللي مكسر فيها ويصلحه انت شايف شريكك حب نقي جدا وحب يعني حب عجيز قوي قوي شريكك شايفك انت الأمان التقمة لانكم زي ما قلنا فيها أسرار في حصر على نتائج انتبتوا مستنين أكتر منها بس النتيجة ما كانتش مربية بالنسبالكم وبتليتوا تدوا إشارات انتوا على استعداد للرحيل وجايز يحصل رحيل فعلا ام ريكوردين فزي ما قلتلكم القرار ده يا تور مش هيكون قرار كويس مش هيعود على أي حد بالنفع فارجوك يعني لو تقدر تتفادى هذا القرار وتخد وقت أكتر تتفادى تعالوا افروا ده تعالوا بقى نشوف جروف الحكمة نتقول ايه هنرجع تاني بقروف الترو عشان تقول لنا اذا كان فيه ضجوع للناس اللي قسدوا بعض والاسئلة دي احنا اللي عليها حالا بس خلينا يا اسحب كرت كده من قروف الحكمة نشوف هتقول لنا ايه الشهر ده لبورد التور بإذن الله خير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ايه معجن؟ اطلق خيالك يا تور اطلق خيالك بمعنى لو انت بتاخد على وشك اتخاذ قرار انك تبعد حاول تتخيل حياتك بعد شركك انه مش موجود فيها هتكون عاملة صوت تخيلها فعلا تحاول تدخل نفسك في الحالة تي هتبع عاملة ازاي ولو لقيت انها هتكون احسن يعني ماشي بس تحاول تخيلها بدد بموضوعية يعني ايه معجن؟ تخيلها هاروه نشوف كروت الامر تمام هتقول لنا يا الشهر ده بسم الله بسم الله انا قود مرة استعمل الكروت دي وتشك بصراحة ان هي كروت جميلة جدا مرسيه هانيا واضح ان كل الكروت بتقولك قرار انسحابك او انتصالك مش صح يا تور بص على الصورة الاكبر بسم الله بسم الله بسم الله الصورة الاكبر ان الشريكة بيحبك فعلا لو صدر منه خطأ او ضيئك او زعالك او خانك حتى الصورة الاكبر انه هو عايز يصلح لو تقدر تطوي الصفحة ياريت ياريت دي الصورة الاكبر بتبصش تحت رجلك دلوقتي بالنسبة المعلاقة هاري نشوف الاسئلة اللي هي الاساسية عندنا بالنسبة الابراب الناس اللي متوقعة يعني اللي مستنين مولود ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله مش الشهر ده ان شاء الله قريب بس يعني مش الشهر ده تعالوا نشوف الاساسية البعض في رجوع وده بقه بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في رجوع ورجوع جميل جميل بإذن الله تفرحوا وحتتلموا تاني عائلة واحدة او لو كنتوا لسه متجوزتوش فهتعملوا عائلة جديدة وحاجة ما شاء الله جريلة جدا تعالوا نشوف الحالة المادية عن دلتور مع ان هي كانت واضحة بالنسبة لي بالقراءة العامة هي متغيرة او اللي جاي على قد الرايح بس خليني نشوف برضو ممكن نشوف حاجة مختلفة بالنسبة للنجاح دراسيا بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله بإذن الله في نجاح وفي فرحة خديرة جدا واحتفالات احتفالات ماشاء الله تعالوا نشوف السفر يعني برضو ده ظهر والناس اللي عندها سفر بإذن الله هيتم وابدونا يوفقكم جميعا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الناس اللي عندهم سفر اه بإذن الله سفر والسفر ده هيترتب عليه تطور في الحالة المادية بإذن الله وابدونا نساعدكم ووسع رزقكم كلكم ان شاء الله افتكر اننا كده دودت كل الاسئلة فيديو الحمد الله كده أصمت خلصت فرعة ونشوفكم ان شاء الله بكرة أو بعد بإذن الله ان شاء الله بكرة